اشتركوا في القناة جزر التربيعي من عدد سالب لغتل وقت مش تبعنا لان احنا ن formally необط finishes هنبتدي مع بعض ونشوف يعني ايه جزر التربيعي وايه كلمة الجزر التربيعي خلينا نشوف مع بعض دلوقتي ايه اللي هنبتدي معاه في حلقة النهاردة الجزر التربيعي لعدد نسبي مربع كامل اولا عدد نسبي وموجب ومربع كامل في السنة دي السنة الجاي احتمال ما يكونش كامل يمكن يكون حد تاني يسمى أي حاجة لكن المرة دي مربع كامل وهقول لكم يعني ايه مربع كامل طيب الجатьсяر التربيعي للعدد ألف هو العدد الذي مربعه بيساوي ألف وبقول هنا مربع كامل عشان الجатьсяر التربيعي للأعداد اللي احنا حنتعامل معها ف brit's 나قول أعدادي كلها لها جزر تربيعي يعني بمعنى ان كلها مربع كامل قال لي انت عميلته مربع كامل مربع كامل أنا مش فهم يعني ايه مربع كامل هقول لكم حالة دلوقتي احنا دلوقتي لو احنا عندنا الاعداد بتاعتنا اللي هي الاعداد النسبية والاعداد الصحيحة بشكل مبدئي هي عبارة عن واحد اتنين مثلا تلاتة اربعة خمسة وهكذا بعد كده لو فرضنا ان احنا عندنا دلوقتي عايزين مربع العدد يعني احنا هنقول تربيع الواحد واحد اربعة تسعة ستاشر خمسة وعشرين وهكذا بنقول هنا بقى ان العدد اربعة ده مربع كامل ليه لانه عبارة عن اتنين قص اتنين التسعة مربع كامل لانه عبارة عن تلاتة قص اتنين والستاشر مربع كامل لانه عبارة عن اربعة قص اتنين لكن لو قلنا مثلا السبعة وعشرين او اي عدد بين الاربعة والتسعة زي مثلا الخمسة او الستة او السبعة او التمانية الخمسة دي ليست مربع كامل يبقى دي ليست مربع كامل ليه بقى ليست مربع كامل عشان مفيش عدد نسبي يجيبه قص 2 يطلع 5 طب ايه حكايته ده الجزر التربعي حسب ازاي ده ده نأجل الكلام فيه ان شاء الله لتاني اعدادي احنا السنة دي عندنا الاعداد الكويسة الكيوت اللي هي مربع كامل فخلينا نكمل مع بعض اول واهم معلومة يعني ناس كتير قول تغفل عنها في الموضوع ده العلامة هنا عندي علامة الجزر التربعي هي عبارة عن المنظر ده كده ويعني من الصدف اللي صعيدة في الموضوع ان اصل الشكل ده انه هو اول حرف من كلمة جزر لان اللي اخترع كلمة جزر او الجزر التربيعي هو من العلماء العرب وعشان كده كلمة جزر كان اول هجيم وبعد كده تحورته بقت هي دي شكل الجزر وبعدين شوية شوية بقت معدولة وبقت شكلها عامل كده وبقت هو ده الجزر فهي حرف الجيم هو اصل كلمة الشكل المميز للجزر التربيعي ودي حاجة كويسة جدا وتشرفنا كلنا يعني طيب الجزر التربيعي للسين تربيع الجزر التربيع للسين تربيع بيساوي مقياس سين مقياس سين وليس سين لان هنا عندي طالما الجزر التربيعي ده ما فيش براء اشارة يبقى الناتج لازم يطلع موجب وحنشوف امثلة توضح الموضوع ده لكن خليكم عارفين ان الجزر التربيع للسين تربيع هي مقياس سين وليس سين زي ما قلتلكم ان احنا عندنا شرف كبير ان يكون علامة الجزر التربيع باللغة العربية وعلى فكرة باللغة الانجليزية برضو هي نفس العلامة اللي حرف اول هجيم لان هو من اللغة العربية وعلماء العرب هم اول من ابتكر واكتشف او استخدم الجزر التربيعي والجزر التربيعي زي ما احنا هنشوف ان شاء الله بيتعامل مع حاجتين العدد النسبي المربع الكامل ودي حاجة مهمة جدا لازم نركز عليها لانه عدد نسبي لازم يكون اولا موجب ثانيا مربع كامل السنة دي لكن بعد كده ممكن السنة الجاي ان شاء الله هيكون فيه عدد نسبي ليس مربع كامل وان شاء الله فقل اسانا وحيكون عدد نسبي كمان ليس موجب فخلينا نبتدي مع بعض نشوف مسائل موضوع الجزر التربيع للعدد النسبي الموجب الذي هو مربع كامل يجي عندي اللفظة عندي الجزرين التربعيين للعدد سين هما جزر سين وسالب جزر سين ده معنى كلمة الجزرين التربعيين ومن هنا هنبدأ نشوف مسائل على الموضوع ده اختصر في أبسط صورة الجزر التربعي الخمسة وعشرين المفروض ان احنا عايزين نعرف دلوقتي ايه يا ترى العدد اللي قصة اتنين يديني خمسة وعشرين اه سامع الناس بتقول خمسة برافو يبقى الجزر التربعيين الخمسة وعشرين بتساوي خمسة دي ليه طريقتين للحل معنى بسيطة جدا بس انا حبني عليها اللي انا هعمله بعد كده اولا انا بفكر واقول يا ترى ايه العدد قصة اتنين بيساوي خمسة وعشرين طب انا لو عرفت خمسة لوحدي خير طب لو ما عرفتش اعمل الطريقة القديمة بتاعة التحليل لما كنا بنجيب العام المشترك والمضاعف المشترك بمسك الخمسة وعشرين وحلله لعاملة الاولية خمسة وعشرين بتبقى الاسم على الخمسة فيها الخمسة على الخمسة فيها الواحد يبقى كده عندي عرفته ان مربع الخمسة بتساوي خمسة وعشرين وبالتالي الجزر التربيعي للخمسة هو خمسة دي طريقة ايجاد الجزر التربيعي بشكل يدوي بالاضافة طبعا للآلة الحزب سالب جزر تربيع الـ 144 خلي بنا من حتة دي قوي انا عندي هنا فيه سالب برا فتنزل معايا وبعد كده ابدا احسب جزر الـ 144 اللي هي بتساوي كام 12 وبتأكد معايا هنا السالب 12 جزر التربيعي الخمسة وعشرين على اربعة وستين هنا بقى فيه بسط وفيه مقام فالكلام ده بيخليني يجيب الجزر التربيعي للبسط والجزر التربيع للمقام فبتطلع بنكمل مع بعض دلوقتي الشكل هنا بقى الشكل ده مختلف عن الشكل اللي فات ان انا عندي خطوة زيادة موجودة تحت الجزر اللي عندي هنا هو فيه الجزر التربيعي يبقى اول خطوة هعملها هو اني حربع اللي موجود تحت الجزر وهنا كان سالب 2 على 3 تربيع ب4 على 9 السالب راحت فين افكركم القص ده زوجي واحنا اتفقنا في حالة وجود القص الزوجي يبقى الاشارة بتختفي ويبقى موجب 4 على 9 وده بيأكد كلامنا يا شباب ان هنا تلع 2 على 3 عشان انا قلت من شوية ان فيه قاعدة بتقول الجزر التربيعي لسين تربيع بيساوي مقياس سين فانا هنا كان عندي مقياس سين دي علامة مقياس مقياس سين هنا العدد الموجود اصلا سين كانت موجودة عبارة عن سالب 2 على 3 ومع ذلك الناتج تلع 2 على 3 بالموجب وده بيأكد القاعدة اللي بتقول الجزر التربيعي لسين تربيع بيساوي مقياس سين يعني عدد موجب للسين نفس الكلام بابدأ اربع لتحت الجزر 9 على 625 وابدأ اجيب الجزر التربيعي تطلع 3 على 25 طيب هنا بقى الجزر التربيعي 49 في 4 ركزوا في الحتة دي اوي يا شباب 49 في 4 لازم اجيب الناتج ولا اجيب جزر كل واحد قال لي في حالة ما يكون اللي تحت الجزر ضربة او اسمة والاعداد دي مربع كامل يعني 49 مربع كامل والاربعة كمان مربع كامل يبقى ممكن قدامي طريقين ان انا اجيب جزر كل واحد منهم واضرب الناتج يطلع 14 او اضرب الاول وبعد كده اجيب جزر الناتج وده مفيش اي مشكلة فيه اأكد تاني لما يكون ضرب او اسمة تحت الجزر والعددين مربع كامل بجيب جزر كل واحد على حدة وبعد كده اضرب النواتج لكن لو كانوا مش مربع كامل اضرب الاول واشوف ايه الحال طب هنا بقى قال لي هنا طالما فيه جمعة او طرح ما ينفعش اعمل نفس العملية اللي عملناها في رقم واحد بمعنى ايه يعني محدش يقول لي اربعة قصة اتنين جزرها اربعة وثلاثة قصة اتنين جزرها ثلاثة يبقى الناتج بسبعة لان ده غير صحيح ليه بقى لان ده مجموع مربعين مختلف عن مربع المجموعة اللي يعني الترمي اللي فات احنا اخدنا العلاقة بتاعة سين زائد صاد كل تربيع ده يعتبر مربع المجموع هل مربع المجموع بيساوي السين تربيع زائد صاد تربيع بس لا طبعا لان في حد اوسط اتنين سين صاد يبقى هنا مقدر شاقول ان السين زائد صاد كل تربيع بساوي السين تربيع زائد صاد تربيع وبالتالي برضو هنا مقدر شاقول ان اربعة قصة اتنين زائد ثلاثة قصة اتنين هي نفسها اربعة زائد ثلاثة كل قصة اتنين ويبقى الناتج بقى نعمل ايه بقى يا مستر اول حاجة نربع العددين يبقى اربعة قصة اتنين بستاشر وتلاتة قصة اثنين بتسعة وبعدين آه طب نجيب بقى الجزر الستاشر وجزر التسعة يا حاول الله لكوة إلا بالله يا جماعة لسه شوية طالما فيه جامعة وطرح الكلام ده قلنا لو ضربه وقسمه طب يبقى لسه فيه كمان خطوة ماشي ايه هي نجمع يبقى الجزر التربيعي الخمسة وعشرين الناتج يطلع في الآخر بيساوي خمسة هي ده الناتج الصحي بتاعها لان لو عملت وصدقتك ومشيت وراك في اللي انتو قلتوه كان الناتج هيطلع السبعة وطبعا ده مش صحيح مش سبعة ولا حيث طب نشوف هنا الناتج بتاع المسألة دي ما اقدرش اجيب جزر لما ارفع الكسر نرفع الكسر عندنا ستة فاربعة باربعة وعشرين واحد خمسة وعشرين على الاربعة جزر البسط خمسة وجزر المقام اتنين يبقى الجزر التربيعي زي ما شفنا مش مجرد ارقام وعمال ارساو خلاص لازم افكر قبل ما اجيب الناتج فيه جمع وفيه طرح وفيه قصص تحت الجزر لازم الاول نفصل بيها لقيمة عددية كاملة وبعد كده بقى نجيب الجزر التربيعي وعرفنا الملحوظة المهمة جدا بتاعة الجزر التربيعي لسين تربيع بيساو مقياس سين وليس سين مهمة جدا دي يا شباب لانها هتنفعني بعد كده في حل المعادلات من الدرجة التانية لو ما كنتش عارف ان الجزر التربيعي لسين تربيع هو مقياس سين مش هعرف حل المعادلة من النوع ده دلوقتي احنا هناخد شكل جديد لاستخدام الجزر التربيعي وهي مسائل لفظية وبالتحديد تطبيقات على الموضوع ده في الهندسة أو في الجبر خلينا نشوف بعض المسائل اللي بتتناول شكل اللفظي للجزر التربيعي بيقول لي هنا اكمل ما يأتي مكان النوط وعاطيني مساحة المربع أو مربع مساحته 36 وعايز طول دلع المربع هنا بالشكل ده احنا بنقول ان احنا عندنا اولا المساحة بوجودة وعايز طول الدلع يعني عملية عقصية اللي احنا كنا بنعمله في ابتداء مرة دي يعاطيني المساحة واحنا عارفين ان مساحة المربع بتساوي طول الدلع في نفسه يعني معناه كده ان مساحة المربع ممكن تكتب بشكل مختلف شوية طول الدلع في نفسه يعني لام تربيع ولام تربيع هنا بالنسبة لنا هي اللي تعتبر بتساوي 36 يبقى قولي نفسي يا ترى اللام بكام او طول الدلع بكام فده بيساوي جزر تربيعي لمساحة المربع يبقى جزر التربيعي ل36 العدد اللي مربعه 36 سهل جدا هو 6 صند بالمناسبة برضو معلومة لكم لو انا عطيني المربع ده مساحته 36 وعايز تولي القطر هيبقى الجزر التربيعي لدعف المساحة الجزر التربيعي لدعف المساحة الجزرين التربيعيين للعدد 64 قال لي ايه ده انا معرفش غير 8 ما احنا اتفقنا يا شباب من شوية قلنا ان كلمة الجزرين التربيعيين معناها موجب او سالب الجزر التربيعي للعدد اللي هو عايز 64 والناتج في الحالة دي يبقى موجب او سالب 8 ده معنى كلمة الجزرين التربيعيين للعدد مهما كان العدد موجب او سالب مجموع الجزرين التربيعيين للعدد 6 او 9 على 16 طب تعالنا نجيبهم الاول الجزرين التربيعيين للعدد 9 على 16 هو سالب 9 على 16 وموجب 9 على 16 تعالنا نجمعهم بقى يبقى الناتج سالب 9 على 16 زائد 9 على 16 بيطلع 0 بالمناسبة مجموعة الجزرين التربعيين لأي عدد نسبي هو 0 لأنه هيبقى العدد ومعقوسه الجامعي سالب 9 على 16 معقوس جامعي للـ 9 على 16 يبقى العدد ومعقوس الجامعي بالدين المحايد الجامعي وهو 0 نيجي بقى لسؤال هنا برضو على الجزر التربعي بس باستخدام اختصار في أبسط صورة هي أننا بيتناول أكتر من شكل أول حاجة عدد 2 على 3 قصة 2 يبقى فوق الأصص بترتيب العمليات يبقى 4 على 9 مضروبة في الجزر التربعي الـ 81 على 16 يعني 9 على 9 على 4 في 5 على 3 قلنا أي حاجة قصة 0 بتساوي 1 طبعا معدد 0 قصة 0 الناتج كده 4 على 9 في 9 على 4 عدد في معقوسه الضرب بيساوي 1 1 في 1 بيساوي 1 ده الناتج بتاع المسألة موضوع الجزر التربعي من الموضوع اللي بدأت معنا النهاردة وزي ما اتفقنا هتستمر معنا في سنين وسنين وموضوع مهم جدا وخلي بالنا أن احنا محتاجين نحل على الجزر التربعي كتير وأولها تقويم النهاردة عشان نأكد فهمنا وخلينا نشوف المسائل اللي هنحلها التقويم زي ما احنا شايفين دلوقتي هو محتاج يجيب جزر واحد زي جزر اربعة زي جزر تسعة بتساوي جزر ايه؟ يعني هو مش عايز الناتج ده عايز الناتج في صورة جزر يبقى جزر الواحد أنا عندي بواحد زي جزر الاربعة بتنين وجزر التسعة بتلاتة يعني الناتج عندي ستة مش معنى كده أنه نغلط بقى وحط الستة دي تحت الجزر لا ده أنا عايز الحاجة اللي جزرها بيساوي ستة يبقى فعلا برافو عليكم لازم أحط تحت الجزر ستة وتلاتين فبقول الجزر التربيعي وهنا نقب بيساوي تمانية يعني عايز أعرف إيه العدد اللي أخليه جزر تربيعي يديني تمانية فعلا برافو عليكم هو أربعة وستين فينا السؤال إنت بتعرف منين الاربعة وستين دي؟ سأل جدا أمسك التمانية دي أخليها قصة اتنين ودخيلها تحت الجزر يعني لو قلت تمانية قصة اتنين تبقى جزر اربعة وستين طيب تعالوا نشوفه نجرف اللي بعدها تاني الجزر التربيعي لتسعة واربعين سبعة نقص الجزر التربيعي لخمسة وعشرين خمسة على فكرة هتلاقيوني صدعتوكوا كلمة الجزر التربيعي الجزر التربيعي ممكن قوي إن احنا نقول جزر التسعة واربعين يبقى كده عارفين إنه الجزر التربيعي لأن إن شاء الله لما حنقضوا السنة الجاية الجزر النوع التاني هو الجزر التكعيبي هيبقى اسمه الجزر التكعيبي والتربيعي مش هيبقى ليه اسم الجزر التربيعي باسمه جزر وخلاص فيبقى نتفق مع بعض عشان بس ما استخدقكمش جزر التربيعي لتسعة اربعين هقول جزر التسعة اربعين تمام جزر التسعة اربعين بسبعة وجزر الخمسة وعشرين بخمسة سبعة نقص خمسة باثنين يبقى انا كده محتاج احط تحت الجزر اربعة عشان يبقى جزر اربعة باثنين بكده يبقى وصلنا نهاية موضوعنا النهاردة الجزر التربيعي واصراره ان شاء الله بإذن الله شوفكم على خير في موضوع جديد باصرار جديدة السلام عليكم ورحمة الله